اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ لتقديم الخدمات الطبية لنحو 140 مريضا من قرى حياة كريمة بمراكز كفر الشيخ والحمول وسيدي سالم وشهدت القافلة تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرى في مختلف التخصصات بالمجان في اطار جهوده لدعم الفئات الاولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قافلة طبية بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الارمان وجامعة كفر الشيخ العدد اللي هيستفاد من القافلة النهاردة حوال من 130 ل140 حالة هيكشفوا ويعملوا جميع التحاليل والاشعة واللي هيتحدد له عمليات قلب او عيون او اي عملات تانية ان شاء الله بيعملها عندنا برضو باذن الله ونقل الحالات ذهاب وعودة مجانة ودي مش اول قافلة نعملها في السنة دي في عشرين اربعة وعشرين كل الكشف ومواصلات مجانة عملنا اشعاعات وتحاليل لهم بنتلع اربع قافل في الاسبوع في شهر مارس دي القافلة التانية في الشهر مارس النهاردة ان شاء الله عملنا مجموعة قبلة من اشعاعات وتحاليل والبحوصات كل دي مجانة على حساب جمعية الارمان القافلة الطبية انطلقت لتخدم نحو مائة واربعين مريضا من قرى حياة كريمة بقفر الشيخ مستهدفة خمسة عشرة قرية بواقع سبع قرى بمركز الحامول واربع قرى بمركز سيدي سالم واربع قرى اخرى بمركز قفر الشيخ وهكذا قدمت القافلة العديد من الخدمات الطبية في مختلف التخصصات لأهالي المحافظة الاولى بالرعاية كما قامت باجراء جميع الفحوصات والاشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بقفر الشيخ